اكدت دكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة بانه تم فحص 2062 عينة عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة ضمن عملية الفحص لفيروس كورونا كوفيد 19 للعائدين من ايران في شهر فبراير قبل اعلان ايران تفشي الفيروس في مدنها والذين قاموا بالاتصال على الرقم 444 او عن طريق التسجيل الالكتروني لجدولة مواعيد الفحص لهم وتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس عيث اظهرت نتائج العينات سلامة 2055 عينة ممن تم فحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 فيما اظهرت نتائج الفحصات المختبرية وجود سبع حالات لديها فيروس كورونا كوفيد 19 وتم على الفور نقلها للعزل والعلاج بل اضافة الى فحص المخالطين لهذه الحالات للتأكد من سلامتهم واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لذلك قالت الوكيل المساعد للصحة العامة ان الكوادر الطبية من فريق البحرين اثبتت كفاءتها ومقدرتها على التعاطي مع فيروس كورونا بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره ونشكر كافة تلك الجهود المخلصة وتعاونها بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين لافتة الى ان عملية الفحص اليومية عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص مستمرة في معاينة المواطنين العائدين ممن كانوا في ايران خلال شهر فبراير الماضي والذين دخلوا المملكة قبل اعلان ايران عن تفشي الفيروس بمدنها وجمع العينات منهم بحسب جدولة مواعيد الفحص وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع واوضحت الدكتور الهاجري ان وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لعملية الفحص عن طريق الوحدات المتنقلة بتزويد المواطنين الذين تقوم بفحصهم مما يتم التأكد من سلامتهم بكافة التعليمات والارشادات التوعوية والتأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي وفي غرف منفصلة لمدة 14 يوما ومنحهم اجازة طبية مدفوعة الاجر لمدة 14 يوما الى جانب متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم وسلامتهم